نتحدث عن وجود مشاكل اقتصادية في تونس هل تري أن برامج المرشحين الجدد في الانتخابات قد تساعد في حل مشكلات هذا البلد؟ طبعاً الأوضاع الاقتصادية في كل العالم أوضاع صعبة جداً يعني جائحة كورونا وبعدها طبعاً الحرب الأوكرانية الروسية فأكيد العالم كله متضرر يعني نلقى الغلاء في الأسعار أشياء كثيرة جداً لكن نتمنى من النواب الجدد أنهم يكونوا داعمين لتونس داعمين للاقتصاد يكونوا إيجابيين للارتقاء بالاقتصاد وإن شاء الله أزمة وسوف تمر كأي أزمة يعني تحت فيها تونس قبل جائحة كورونا نعم أستاذ سعاد يعني الرئيس التونسي قيس سعيد صرح بضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد برأيك ما هي أليات تنفيذ ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد وتحقيق ضمان ونذاهة لسير العملية الانتخابية كيف تقرأي هذا المشهد؟ الانتخابات سوف تتم في أبهى مظهر لها إن شاء الله الشعب التونسي والحكومة كل الأفراد كل الأشخاص قائمين على إنجاح العملية الانتخابية وإن شاء الله لا يكون فيها مندسون من النهضة لأنهم الأياد الخافية التي تقوم بخراب وتدعو دائما إلى العنف والشغب وأشياء كثيرة يعني كلنا نعلم هذا شروط الترشح أستاذ سعاد هل هي متساوية؟ هل هي مفتوحة للجميع؟ طبعا مفتوحة للجميع بالذات يعني كل شخص عنده 23 سنة ممكن أنه يتقدم بالترشح للانتخابات أولد لأب تونسي وأم تونسية لأب تونسي وأم تونسية لا يحمل جنسية ثانية أنه ما يكونش يعني جهة العمل لا تكون حكومية يعني مثلا في تونس فم معتمد يعني العمدة الأشياء هذه ما يكونش داخل المؤسسة الحكومية يعني رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية يعني هذه أشياء أعتقد أنها وفرت نوع من التمأنينة والراحة أن يكون النواب من الشعب يعني هذه أشياء مزانية